اشتركوا في القناة والسلام الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارى وقد خلقكم أطوارا صدق الله العلي العظيم السؤال المطروح إن نظرية التطور وارتقاء الأنواع تؤدي إلى عدم الحاجة لوجود الإله فقد أثبت العلم الآن أنه بواسطة الخارطة الجينية للإنسان يمكن للإنسان أن يتعرف على جده المليار وربما يكون جده المليار حيوانا متوحشا وربما يكون جده المليار حيوانا برمائيا تارة في الماء وتارة في الطين وبالتالي فانتقال الإنسان من حيوان برمائي إلى إنسان عاقل قادر على البناء والتحدي أصبح بطريقة ديناميكية لا نحتاج إلى أن نفترض وجود خالق كما أن الماء يتبخر من البحر بواسطة حرارة الشمس ثم يتحول هذا البخار إلى سحاب ثم يتحول هذا السحاب إلى ماء ومطر وهذه الطريقة وهذه الدورة تمر بطريقة ديناميكية لا تحتاج إلى مدبر ولا تحتاج إلى خالق فنظرية التطور بعد أن أثبتها العلم الحديث تعني عدم الحاجة إلى وجود خالق ومدبر الجواب عن هذا السؤال نحن لا نناقش الآن في نظرية التطور ربما يكون قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارى وقد خلقكم أطوارا يشير إلى نظرية التطور أن الإنسان خضع من طور إلى طور ربما يكون قوله تبارك وتعالى ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك خلقك أولا ثم انتقلت عبر مراحل إلى أن وصلت إلى عدلك ثم خضعت لعدة مراحل إلى أن وصلت إلى في أي صورة ما شاء ركبك ربما القرآن الكريم يشير إلى نظرية التطور في هذه الآيات لكن الذي نريد أن نقوله أن نظرية التطور لا تلغي الحاجة إلى وجود الخالق المذبر لماذا؟ لأن الشيء لا يمكن أن يتطور حتى يمتلك طاقة تعطيه القدرة على التطور خذ هذا الحجر خذ حجرا اطرحه في مكان معين هذا الحجر اجعله مليار سنة في مكان معين لن يتطور هذا الحجر ولن يتحول إلى شجر ولن يتحول إلى إنسان ولن يتحول إلى حيوان لماذا؟ لأن الحجر لا يمتلك في ذاته طاقة حيوية تؤهله للتطور إذن التطور يفترض في الكائن الحي كائن منذ أول يوم يمتلك طاقة حيوية في صميم ذاته لتؤهله هذه الطاقة الحيوية لأن يتطور ذلك الحيوان البرمائي الذي خلق أولا من الطين والماء لو لم يمتلك ذلك الحيوان المائي طاقة الحياة طاقة تؤهله لأن يتطور لم يستطع أن يتطور إلى إنسان بحكم الصراع مع عوامل الطبيعة الأخرى فبما أن التطور يحتاج إلى طاقة حيوية ذاتية تؤهل الكائن إلى أن يتطور من فصيل إلى فصيل ومن مرحلة إلى مرحلة إلى أن يصبح إنسانا عاقلا يأتي السؤال من أين اكتسب هذا الكائن تلك الطاقة من الذي أعطاه الطاقة هذا الحيوان البرمائي أول ما خلق خلق معه طاقة من أين اكتسب تلك الطاقة التي حولته بطريقة ديناميكية إلى أن أصبح إنسانا نفس الكلام نأتي بالنسبة إلى دورة المطر لولا أن ماء البحر فيه القدرة على أن يتحول إلى بخار ولولا أن البخار يمتلك الطاقة التي تحوله إلى سحاب ولولا أن السحاب يمتلك الطاقة التي تحوله إلى ماء مرة أخرى لم تتم دورة المطر مرة أخرى كل شيء لا يمكن أن يتحول إلى شيء آخر إلا عبر طاقة في داخله تؤهله لذلك التحول وهنا يأتي السؤال من أين اكتسب تلك الطاقة إذن هناك مصدر لتلك الطاقة التي من خلالها أصبح متطورا أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الخالقون تغمونه أم نحن خلال pues اكتبونه أم نحن خلال شكرا